خمسة وارمعون في المئة من صفقات الأسلحة التي تبرمها الحكومة العراقية هي أمريكية تحصل عليها من الولايات المتحدة إما بمجب مساعدات أو عبر قروض ائتمانية أو عمليات شراء مباشرة نريد أن نمع الهيمن الإيراني في العراق نحن نرى التوسع الإيراني في الشرق الأوسط كذلك نريد أن يكون العراق قادر على حماية نفسه من جماعات كداعش من الواضح أن الحكومة العراقية ليست ديمقراطية عظيمة ولكن إذا وجدنا أنها تستخدم أسلحتنا ضد شعبها فعندها سيثير الأمر قلقنا بحسب الخارجية الأمريكية هناك حاليا عمليات بيع نشطة بين الحكومتين الأمريكية والعراقية بقيمة نحو 19 مليار دولار أما أحدث اتفاقيات بيع الأسلحة للعراق فشملت طائرات هليكوبتر من طراز بل 407 وأجهزة رؤية ليلية ودبابات ومركبات عسكرية كما زودت الولايات المتحدة العراق بأكثر من 300 مركبة مقاومة للألغام ومدرعات ومدافع هاوتزر ودروع واقية إضافة إلى دبابات قتالية من طراز أبرامز ومقاتلات F-16 وطائرات شحن C-130 وعلى الرغم من تصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الموردة للأسلحة إلى العراق برزت مؤخرا روسيا كمنافس لا يستهان به إذ تضاعفت مبيعات الأسلحة الروسية إلى العراق ثلاث مرات خلال العقد الأخير بحسب تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام العراق لا يريد أن يصبح معتمدا بالكامل على الولايات المتحدة يريدون أن يمنحوا أنفسهم بعض المرونة عندما يتعلق الأمر بحماية أمنهم ويبدو أيضا أن روسيا مستعدة لبيعهم بعض الأسلحة التي لا نمدهم بها ويعقد العراق أيضا صفقات شراء أسلحة مع دول أخرى منها كوريا الجنوبية لا يمكن فصل عمليات بيع الأسلحة الأمريكية للخارج عن الأمن القومية فالقرار بشأن هذا النوع من الصفقات يعود للخارجية بعد إختار الكونغرس فهي التي تحدد ما إذا كانت عمليات البيع تصب في مصلحة الولايات المتحدة وتخدم سياساتها والحال هنا ينطبق على العراق فالولايات المتحدة ملتزمة بتعميق شركتها استراتيجية مع العراق ومواصلة بناء قدراته الدفاعية تحديدا لمواجهة داعش من البنتاجون وفا إجباعي الحرة